عليك ذكرت فكرة تجديد الخطاب الديني ودي آخر نقطة في الملف ده لأنها مهمة جدا لما الرئيس بيتكلم في أي محفل وآخرها الاحتفال الأخير بليلة القدر في حضور فضيلة الإمام الأكبر يمكن الرئيس بيتكلم لأنه بيدرك تماما خطورة أنه يكون فيه خطاب متطرف وزي ما حداك شرحت لنا قبل كده أنه لابد أن يكون هناك تطوير في المفاهيم اللي تناسب العصر الحالي الحقيقة أنه بشوف ومش أنا الواحدة بشوف عدد كبير من الناس كمان متفقة معاه فوجة النظر دي أنه مفيش حماس من قبل الجهات المعنية بتجديد الخطاب الديني أنها تعمل ده مفيش حماس ومفيش تجاوب ودايما الردود بتبقى دبلوماسية إلى حد كبير مفيهاش أي شيء من الواقع أولاً بتجديد الخطاب الديني هو المطلب والشرط الأول لإحداث أي تحسينات وتطويرات في حياتنا التعليمية والثقافية بدون ده مش هيحصل أي عاجة ليه؟ لأنها هيبقى بنعمل حاجة بنقول حاجة وعكسها ثانياً أنا لا أشك أن المطالبة بتجديد الخطاب الديني مطالبة جدة ثالثاً لا أشك أن لها أعداء طبعاً ما عنديش شك في كده ما هي الخطب المقابلة اللي بنسمعها بعد ما يقوله الرئيس عن تجديد الخطاب الديني فاضحة وكاشفة تقول لنا أن هناك من لا تروق له تلك النغمة بيقوله ما فيش مشكلة الأرهاب موجود في كل الأديان والعنف موجود في كل الأديان والجماعة اللي عايشين في أوروبا دول اللي بيعملوا جرائم ويفجروا ويقتلوا وما دول ضحية مش فاق مش مجرمين دول لو كانت أوروبا حتى ظنتهم ما كانوش عملوا كده وإنتوا مش أخدين بالكم أن فيه ظاهرة اسمها الإسلاموفوبيا يا أستاذ هل هناك شك أن معظم الإرهابيين في العالم من المسلمين هل هناك شك أنه لا توجد جماعات إرهابية وإن وجدت يهودية أو مسيحية أو بوزية بعدد دعاة الجهاد في الجانب الآخر إذن إحنا عندنا نداء بالخطاب الديني وعندنا ناس حط رجلها على الفرامل وبتقول لا مش هيحصل في الأول قالوا مش هيحصل من برى المؤسسة الدينية طيب أوكي الطريقة الوحيدة أن ده كلامكم يمشي أن أنتوا تعملوه إحنا بس شايفين أنه فلسفيا ده مش مستحيل يحصل مستحيل يحصل أن روح اللي عنده المشكلة أقول له أنت عندك مشكلة جاسيمة هو أصلا بيقول ما فيش مشكلة لا الخطاب الديني لن يجدد إلا على يد المثقفين المصريين المؤمنين بالحضارة الحديثة وبالثقافات الحديثة وبالفنون الحديثة وبالآداب الحديثة اشتركوا في القناة